غداة المجزرة التي ارتكبتها قوة النظام في مدينة دومة الواقعة في غوطة دمشق الشرقية والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص إضافة إلى إصابة نحو ألف آخرين جراء استهدافهم بغازات سامة استؤنفت المفاوضات بين فصيل جيش الإسلام من جهة والنظام السوري وروسيا من جهات أخرى وبحسب إعلام النظام فإن فصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة توصل الاتفاق مع موسكو يقضي بالإفراج عن كل المعتقلين مقابل خروج معائلاتهم إلى جرابلوس شمالي البلاد خلال يومين الأمر الذي لم يعلق عليه جيش الإسلام سواء بالتأكيد أو النفي إلا أن مصادر إعلامية تحدثت أن تركيا ترفض السماحة لعناصر جيش الإسلام بدخول مدينة جرابلوس وأشرت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تطرح خطة بديلة لخروج المسلحين إلى جبل الزاوية في محافظة إدلب وكالة سانة التابعة للنظام ذكرت أن حافلات الإجلاء بدأت في الدخول إلى دومة للبدء بتنفيذ عمليات خروج المسلحين وعائلاتهم وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان وبحسب المرصد أن المفاوضات بين جيش الإسلام وروسيا أفضى إلى إعادة إحياء الاتفاق القديم إذ يقوم على الإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى جيش الإسلام والذي يبلغ تعدادهم بالآلاف وعلى مغادرة كل الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري المرصد أفاد بأنه تلقى نسخة من تعميم أصدره جيش الإسلام بشكل مكتوب جرى توزيعه على أهالي الدومة تتحدث عن قرار المغادرة بشكل كامل في الأثناء يواصل النظام السوري حجد قواته في محيط مخيم اليرموك والقسم الجنوبي من العاصمة التي يسيطر عليها تنظيم داعش تحضيرا لعملية عسكرية فور الانتهاء من تنفيذ اتفاق دومة وبخروج جيش الإسلام من مدينة دومة يكون النظام السوري بدعم روسي مباشر وتواطع إقليمي قد بسط سيطرته على كامل الغوطة الشرقية المحاذية للعاصمة دمشق ترجمة نانسي قنقر